بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله يا رب العالمين ومرحبكم في شرح شيط الشيطة ما سوف يوضح معناً كثير وقت كماought لأنه عن سيريد الحبار عن مراجع نذكر بمصطلحين يوضح الدياستول والسيستول الدياستول معناتها ارتخاء السيستول معناتها انقباض ولكن نخيل run Вентricular diastole معناتها ارتخاء أو Vентric Cuaticl The practical 시 blanksان attereal Diastole معناتها ارتخاء أترئيم and syttol معناتها انقباض الと思います لما نطلق لفظ ديستول لما نحكي ديستول بنوم بنحكي مثلا اتريم ولا فنتريكل نحن نقصد الفنتريكل و نفس الشيء بالنسبة للسيستول عندما نقصد سيستول أو ديستول بنوم ما نذكر أي شيء نحن نقصد سيستول أو ديستول طيب اتقلعوا لي على هاي الرسم هوا نحضر افتح سلايدات عشان رسمات بالشيط الصغيرة تمام او خلنا نفتح برضه السلايد بالمرة هذا خلنا نسكرها تمام اطلعوا على الرسمة هاي اللي هون امامكم هلا الفكرة في هاي الرسمة عم بتحاول تعرض لك ال ECG تبع الهارت اللي هو PQRST مع السيستول والديستول تبع الاتريم تمام وتبع الفنتريكلز السيستول والفنتريكلر ديستول هلا الفكرة انه الوايفز هدولة بعبرو عن الكهربائية تعييت الهارت والسيستول والديستول بعبرو عن الميكانيكية تعييت الهارت تمام فالتنين ما لهم علاقة مع بعض بس لا شك انهم بصيروا بانتظام فحتلاقي انه ال P-Wave بتصير في وقت معين ال QRS بتصير بوقت معينا متزامن مع الاتريل والسيستول والاتريل ديستول والفنتريكلر ديستول والفنتريكلر ديستول تمام فهم التنين يعني هذا الكهربائية المفروض انها ما بتعبر عن اللي تحت بس بتصير بالتزامن دائما مع الاحداث التغير النفس اللي تحت وكيف منقدر احنا نعرف مثلا احكي لك انه في ال P-Wave خصوصا في اخرها ببلش الاتريل سيستول في ال T-Wave في نهايتها بنتهي ال ventricular سيستول تمام طيب ايش اللي بيصير باختصار القلب احنا عنا سواء في ال right ventricle او في ال left ventricle الدم مثلا نحكي عن ال left atrium و left ventricle الدم بالنسبة لانه بيوصل من الريئتين معبى بالأكسوجين لل left atrium بعدين لل left ventricle بعدين من left ventricle للأورتة طيب طيب صنقطاع التسجيل كنا بنحكي مثلا اذا بناخد الجزء للشمال من ال heart وتقريبا نفس الشيء ينطبق على الجزء اليمين يعني بتفاصيل مختلفة هلأ الجزء الشمال من ال heart بيوصل الدم لهون بيكون محمل بالأكسوجين بيتعبى هذا المنطقة بعدين بينزل الدم لل ventricle هنا بال atrium بعدين لل ventricle بعدين بروح عن طريق الأورتة هلأ اول اشي الدم بس يوصل لهون بتعبى في ال atrium بكون الصمام اللي بين ال atrium وبين ال ventricle مسكة بعدين بيفتح بس تعبى هنا كمية كافية من الدم بيفتح الصمام اللي بين ال atrium وبين ال ventricle بينزل الدم لل ventricle هاي الظه الشغل الثاني اذا الشغل الاولا تعبى هذا بالدم الشغل الثاني بعد تعبى مناسبة بيفتح البالvat وبينزل الدم لل ventricle الشغل الثالث انه بصير وجدت فيه contraction uckenتراكشن في ال atrium فبينزل مر بل replud لل ventricle يعني التاني شغله اللي هي فتحgines انه نزل الدم بفعلي الجاذبية الشغل الثالث فنصار ال belongsبتح وال stem يرجعب يا مرش project الشغل الرابعة انه اصرف عندي هون كمية من الدم الآن و سي نسكر McN repeal بعد هتعبت الدم تط sola وصل الدم للعتنيام تطعب الشغال الثاني يفتح Fleal و بده ينزل الدم لل found الشغال التالت من هت rotate و فضه ما تبقى من الدم للшث التط righteous توث جر heut جرlerde سكر ال V hemen الشغال الفترة بإن� Luis بده يحدد بنها الشغال الناس بعد ما يزيد البرشر شوية او مش شوية كتير بطلع بندفع الدم عن طريق الاورتك فالف فالف تاني بين الفنتريكل وبين الاورتة فبينضخ الدم بينضخ الدم بعد الكونتراكشن بعد ما يفتح الفالف ينضخ الدم اذا الشغل الخامسة هي انه بيبلش يعمل كنتراكشن الشغل السادسة بعد كنتراكشن معين بيفتح الفالف وبينضخ الدم لبرة الشغل السابعة انه بيسكر الفالف بعدما يصير في دم معين طالع لبره بيسكر الفالف الامن الشغل التامن بيبليش الفنتركل انه يرتخي وبنرجع نعيد من رقم واحد من اول وجديد تمام ؟ انه اا برجع دم مرة تانية بنزل الاتريم هي واحد اتنين الاتريم بيفتح الفالف بينه وبين العفل فبينزل ايش دم ثلاثة إنه الأتريان بيعمل الاربعة إنه الفالف بيسكر والأتريان بيعمل بيكون الفنتريكال تعبى بالدم خمسة بيبلش الفنتريكال يعمل ستة بيبلش يفتح الفالف ويطلع الدم لبرة سبعة بيسكر الفالف تمانية بيرجع بارتخي الفنتريكال هذا التسلسل تبعا الخطوات كتير مهم لأنه يعبر عن الكاردياك سايكل شو اللي بيصير عماله في القلب شو التغيرات اللي عم بتصير في القلب وبالترتيب بالضبط اللي أنا حكيت لكم إياه يعني إن شاء الله هتكون أسهل يعني عادة أنا بمحاضراتي طويلة سبحان الله هلخصت هاي 25 دقيقة شرحها دكتور نجيب على اليوتيوب دكتور الهندي إن شاء الله هتها أنا في خمس دقائق المهم إذن أنا لاحظوا الفكرة الآن هلأ رح نشرح هاي الأشياء اللي أنا حكيتها كلها على الريفت فنتريكال ونفسها ينطبق على الريفت فنتريكال رح نشرحها بعد شوي على رسمة امرتبة لها أن تكون واضحة لكم بس الآن لاحظوا أنه الاتريام بمر results مرحله بكون مقطبض ومرحله بكون مرتخية ونفسليشي الفنتريكال ما يمرμο بمرحلتين مرحله بكون مرتخية فعليا boyfriend حاليا لاحظوا ان انقباض الاتريام بكون قبل انقباض الهانتريكال أول ما يخلص انقباض الاتريام ببدأ انقباض الهانتريكال Check the hätten فلاحظوا انه العديد الط بعيد الأول العديد طويل كذلك surfaces بعدين بلش ينقبض عشان سيطلع ما تبقى من الدم بعدين بعد ما يخلص انقباض بتعبل ventricle بالدم بسكر الفالف وهنا بيبلش ال ventricle انه ينقبض ببلش ال ventricle انه ينقبض تمام بعدين ال ventricle بعد ما ينقبض يطلع دم بكمية كافية بيصير يرتخي وبكون ال atrium اصلا اولي دي بلش مرحلة ارتخاء لاحظوا اذا ال atrium بس يخلص انقباض ويبلش ارتخاء ويبلش ال ventricle بالانقباض اوكي هاي لاحظوا هاي هون ال atrial systole معظم ال atrial diastole تمام ونفس الشيء معظم ال ventricle systole بس ال ventricle systole معظم ال ventricle diastole كمان تمام اذا معظم ال atrial بيكون مرحلة diastole معظم ال ventricle بيكون او معظم الوقت ال ventricle بيكون مرحلة diastole ولكن السيستول تبع ال atrium بيكون قصير السيستول تبع ال ventricle بيكون اطول شوي والسيستول تبع ال ventricle بيبلش بعد السيستول تبع ال atrium وممكن انه يكون فيه وقت اتنين فيهم في مرحلة دياستول ولكن مش ممكن انه يكون اتنين منهم في نفس الوقت في مرحلة سستول في الوضع الطبيعي في الوضع الطبيعي مش ممكن يكونوا اتنين في نفس الوقت في مرحلة سستول طيب لاحظوا ايضا انه الP-wave في نهايتها بيبلش يصير في عندي atrial systole الventricular systole بيبلش فيه اثناء الQRS بكون ينتهى الaterial systole وبدأ في أثناء الQRS وبينتهي الـ ventricular systole في نهاية الـ T-Wave إذن ثلاث معلومات الـ atrial systole بيكون بنص الـ P-Wave الـ ventricular systole بيبدأ مع نهاية الـ atrial systole مع منتصف الـ QRS وبينتهي الـ ventricular systole مع نهاية الـ T تمام؟ طيب نقدر نحكي كمان نطلع في البداية هون لما الـ atrial systole بدأ ببلش الـ atrial contraction forces blood into the ventricle بنزل ما تبقى من الدم للـ ventricle بعدين بصير عندي ventricular systole ventricular systole في البداية تمام؟ بس ينقبض الـ ventricle يسكر ويبلش ينقبض يكون سكر الـ valve وانقباضه بيسكر الـ valve الـ valve بين الـ atrium والـ ventricle الـ valve هذا بكون اتجاه واحد يعني إذا صار فيه contraction بالـ atrium بيفتح إذا صار فيه contraction بالـ ventricle بيسكر زي الباب اللي هو بنحكي إنه باتجاه واحد فرضا أنا عم بتطلع على باب من فوق هاي أنا عندي الحيطان هنا هاي أنا عندي حيطان هنا زي هيك وعندي باب بس بيفتح بهذا الاتجاه إذا أنا عملت contraction من هنا ضغطت على الباب بهذا الاتجاه رايح يسكر زي هيك إذا أنا عملت contraction الباب من هذا الجهة رايح يفتح الباب أوكي؟ فنفس الإشي الصمام إذا أنا عملت contraction الـ atrium بيفتح الـ valve إذا عملت contraction من الـ ventricle بيسكر الـ valve بإذا في البداية الـ contraction تبع الـ ventricle بيسكر الـ valve اللي هون بعدين بيفتح الـ valve تبع الأورتة أوكي؟ بعدين خلص هيسة خلصنا الـ contraction تبع الـ ventricle بيسكر الـ valve بعدين بيرتخي الـ ventricle أوكي؟ بيرجع سعيتها الـ ventricle يرتخي وبرجع الـ atrium لأنه أصلا ارتخى وخلص بيرجع يعبي دم تمام؟ بيرجع يعبي دم بس يرجع يعبي دم زي ما حكينا بعد فترة معينة رح يفتح الـ valve حتى لو ما يعمل الـ atrium contraction رح ينزل دم passively ثم بعد ذلك بنزل ما تبقى من الدم actively لما يعمل هو contraction أوكي؟ طيب يا رب إنه ما أكون يعجأت الدنيا هذا شرح كل ياته للرسمة وكل الحكي اللي موجود هنا هو مشروح هذا رح يحكي عن الـ hard valve بعد شوية بس أنه يكون في بالكم المعلومات اللي حكيناها إنه الـ ECG حكينا هو recording للـ electrical activity of the heart مش mechanical ولكن تكون بي related to the mechanical تـ determine a cardiac cycle ممكن نأخذ أي event ونشوف نوصل الـ event هذا مرة ثاني في الـ next cycle حتى بنبدأ من الـ P-wave لكي نعتبرها الـ starting point of the cardiac cycle الـ cardiac cycle بتبدأ بالـ short atrial systole اللي بتكون أثناء الـ P-wave بعدين long atrial diastole والـ atrial diastole بيبدأ فيها يعني بنهاية الـ atrial systole بيبدأ الـ ventricular systole الـ cardiac cycle begins with the start of the atrial systole و ends at the end of the atrial diastole يعني لاحظ هنا atrial systole بيبدأ منها الـ cardiac cycle إذا اعتبرنا إنها ببداية الـ P-wave هي بطرف الـ P-wave تمام المهم من هنا بتبدأ الـ cardiac cycle ببداية الـ atrial systole بتكمل بترجع بتعيد في نهاية الـ atrial diastole هنا في نهاية الـ atrial diastole بتكون بتنتهي الـ cardiac cycle بتبدأ الـ cardiac cycle الجديد ببداية الـ atrial systole انقباط طبع الـ ventricle أكبر من انقباط طبع الـ atrium تمام وطبع زي ما حكنا التنين الـ diastole تبعهم أكبر من استستول طيب نحكي عن الـ valves على السريع الـ valve الآن اللي بين left atrium و left ventricle بسميه mitral valve أو أو left atrium ventricular valve أو وطبعا ما بيفتح إلا إذا كان هنا الـ pressure أعلى من تحت وفي عندي كمان other valve هنا اللي هو الأورتك valve الأورتك valve اللي هو أيضا يعتبر similunar ثنائي تمام بايكاسبد وهذا بيفتح لما left ventricle لما left ventricle تبعه يدفع الدم للأورتك ألا في عندي هنا في right atrium بين وبين right ventricle في عندي right atrium ventricular valve بيكون ثلاثي تمام وبين right ventricle وال pulmonary artery أوكي في عندي pulmonary valve في عندي pulmonary valve طيب طيب إذا هذول الـ valves أصلا ما أخذينهم من أبل فما في داعي هلا لتكرارهم What are the mechanical events that occur during the cardiac cycle أثناء الـ cardiac cycle نعم نحكي عن mechanical events نعم نحكي عن electrical electrical نحن نحن نلاحظ أنه بيصير عندي تغيرات في pressure مرات الpressure بيرتفع مرات بنخفض في مناطق معينة تغيرات في volume مرات البلد مرات البلد بيكون هون مرات البلد بيكون هون مرات بيكون طالع منهم التنين وتغيرات في valve تغيرات أنه مرات بيكون فاتح مرات بيكون مسكن سواء mechanical events that are changing أول شيء بيصير في change in the pressure change in the volume opening and closing the valve هذه هي التغيرات الثلاثة هذه التغيرات الثلاثة هذه التغيرات الثلاثة الآن بنا ندرسها كاملة في هذه الرسمة التي أمامنا طيب طلعوا على هذه الرسمة هذه الرسمة بتعبر عن التغيرات اللي بتصير في اللفذ ventricle على مدى cardiac cycle خلينا نيجي للحظة نحن اتفقنا ال ventricle هنا لما كنا بنشرح على الرسمة على السلايدات حكينا عن 8 خطوات خلينا نيجي من الخطوة اللي هي بيفتح فيها الاتريم وبيبلش ينزل الدم passively لل ventricle قبل ما هو نفسه يعمل contraction وينزل ما تبقى من الدم اللحظة اللي بيفتح فيها الاتريم ببلش يعبي الدم هي نفسها على الرسمة هنا بهذا الخط تمام ايش هاي الرسمة اول اشي هاي الرسمة كل ما زدنا على ال x axis نحن نزيد ال volume يعني كمية الدم اللي موجودة في left ventricle وكل ما زدنا y axis نحن نزيد لاحظ انه اول ما يفتح اول ما يفتح ال valve اللي بين الاتريم وال ventricle ببلش يزيد ال volume تبع ال ventricle واكيد ال volume بس يزيد هون رح يزيد ال pressure جزئيا انه عم بزيد الضغط على الجدران تعيين ال ventricle من جوه بحكم انه صار فيه دم تمام فلاحظوا انه هاي النقطة هي بداية فتح ال valve هي بداية فتح ال valve اللي بين الاتريم وال ventricle بلش يعبي 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 الدم رحظوا ان ال ventricle volume بزيد ليوصل تقريبا 150 لتر اوكي التعباية هاي بتكون بجزئين التعباية هاي اللي هو بالبداية بفتح ال valve بنزل الدم passively هذا 70% من الدم بنزل وال30% الباقين من الدم اللي بدهم ينزلوا بنزلوا عن طريق ال contraction تبع الاتريم لتفريغ ما تبقى من الدم عشان ينزل بال ventricle فهون اللحظة تفتح ال valve وهون هاي اللحظة تقريبا هي بداية ال contraction تبع الاتريم تبع الجزء العلوي من القلب اللي هون الاتريم عشان ينزل ما تبقى من الدم لل ventricle فبيزيد نزول الدم لل ventricle فلاحظوا انه بزيد نزول الدم لل ventricle لاحظوا انه السهم اللي تحت مشى كتير على ال x axis على ال y axis ارتفع نتف صغيرة ارتفاعه حكينا سبب الارتفاع بسبب انه القلب الان صار فيه شوي الدم فراح يصير فيه جدران يعني القلب او ventricle احنا بنحكي الفنتريكل صار فيهم شوي الدم فراح يصير فيه pressure زيادة على ال walls تبعينهم فال left ventricular pressure رح يزيدنا التوفا هلا بعد هيك بعد ما اتعبى الفنتريكل بالدم الآن ايش رح يبرش الفنتريكل يساوي حكينا ال ventricle رح يبلش رح يسكر ال valve الي هون وال ventricle بنفس الوقت بيعمل pressure ال pressure هادة بسكر ال valve الي فوق بعدين بفتح ال valve الي هون فلاحظوا انه اول اشي الفنتريكل ببلش يزيد pressure تبعه مسما بيطلع دم بزيد 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 لحد ما يوصل الى نقطة معينة بعدين بيصير ال pressure يطلع الدم فلاحظوا انه الدم ال pressure في ال ventricle رح يساكر ال valve الي فوق هذا الي هون تمام فالفنتريكل سيصبح محشر دم يصبح يزيد소�تمع tiene Shar NBA سيض على الأساس أنه يحاول يطلع الدم عن vooral تمام بس ما بطلعه في البداية بيزيد بيزيد بعيد لا يفتح merchant أول ما يفتح clamp rooted اول ما يفتح نؤسي former رحين نرجع بavoir수 بعد ما تهkre دم بالفنتريكل هاي نرسم برضو الرسمة هون جنبينا تمام وهون طالع الـ pulmonary artery من الـ مش الـ pulmonary الـ aorta يا ربي تمام اتعبى الـ ventricle بالدم بعدين بده يسكر الـ valve اللي يفو هلأ الدم اللي هون ضل ثابت بس بده يطلع من الـ aorta بضل يعمل contraction 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 لا يبلش الدم يطلع من الـ aorta هلأ طول ما هو عم بيعمل contraction لسه الدم ما طرع من الـ aorta بسبب الـ valve اللي لسه مسكر هون عم بيرتفع الـ pressure بس ما عم بقل الـ volume أول ما يبلش الدم يطلع من الـ ventricles إلى خارج الـ aorta بيطلع بيقل طبعا بيبلش يقل الـ volume ولاحظ إنه الدم وهو عم بيطلع من الـ X لسه لسه لساتنا مثلا ما رجعنا زي هيك لا رجعنا زي هيك دليل إنه لساتنا عم نصعد لفوق لسه لسه بزيد لحد ما نطلع الدم اللي موجود فيه اللي موجود في الـ ventricles بظل نسبة قليلة من الدم حوالي 65 مل 70 مل تمام مش مشكلة بس انه الفكرة انه معظم الدم اللي هو كمية وخمسين معظمه خرج معظمه صر له ايجكشن عن طريق الاورتة طيب بعد ما طلع الكمية الكافية من الدم عن طريق الاورتة مين اللي لازم يسكر لازم الفالف تبع الاورتة هذا اللي هون لازم يرجع يسكر مرة تانية فاول ما يسكر ببطل دم زيادة يطلع فما عدنا نرجع لورا كمان ليش ما عدنا نرجع لورا انه خلص بطل الفوليوم ينقص من جوه من جوه الفنتريكل اوكي طيب بعد هيك الفنتريكل تمام بكون كنتراكتد طبعا بيبلش يرتخي ببلش يرتخي 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 بزيد كمية الدم اللي فيه فيبيكون ليزيد الفوليوم اللي في وبالنسبه ل chingoHebc li ارتفاع كثير صغير على الخطGER اللي تحت لانه 자سول هو في الت colder forma بيزيد في الفنتريكل ولكن هناك دم كافي ببلش ي쟁ول حسن مترما ينتر اول ما يعمل حسن متر soi بتسكر ال valf الض figura وهذا بيظلي بسكر فترة كنتر Spinγirm بعدا مع شدة بيفتح تابع الاورتةه فيبلش الدم يبدأ من الاورته دم و ما ن Method trên على وراء عن طريق الـ X-axis وعم نرجع وإحنا عم نرتفع. ليش وإحنا عم نرتفع؟ دليل إنه الـ contraction هلأ عم بيطلع المزيد والمزيد من الدم ونعم بيزيد لسه الـ pressure حتى وإحنا عم نعمل contraction لسه عم بيزيد لـ pressure جوه الـ ventricle بيزيد 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 لحد ما يطلع معظم الدم اللي موجود في الـ ventricle ساعتها بيسكر هذا الـ valve بس يسكر هذا الـ valve بيبطل نرجع على وراء بزيادة لأنه خلص بيبطل الدم يطلع بزيادة من القلب فبيرجع القلب لطبيعته من ناحية كمية الدم ما بيرجع على وراء ولا بيقدم لقدام من ناحية هذا طبعا بيبلش ساعتها الـ ventricle يخف الـ pressure هذا الخط اللي هون الارتفاع اللي هون بسميه isovolumatic contraction الخط النزول هذا بسميه isovolumatic relaxation بسميه isovolumatic relaxation لاحظوا أنه مستحيل يفتح الـ valve اللي هو بين الـ atria وال ventricle والـ valve طبع الأورتة في نفس الوقت لازم هذا يسكر بعدين هذا يفتح لازم هذا يسكر بعدين يرجع هذا يفتح عشان يرجع الـ ventricle يعب الدم مرة أخرى هلأ النقطة هاي اللي هون اللي هي النقطة اللي عبه فيها الـ ventricle الدم قد ما يقدر ولسه ما بلش contraction هون هاي النقطة بسميها end-diastolic volume end-diastolic volume what is end-diastolic volume هي اللحظة اللي الـ ventricle تعبه فيها قد ما نقدر دم وفي نفس الوقت لسه ما بلش contraction اوكي في عندي نقطة ايضا بسميها end-systolic volume end-systolic volume هي هاي النقطة اللي هي النقطة اللي في نهاية contraction هون في نهاية الـ relaxation تبع الـ ventricle هون الـ ventricle كان بيعبي 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 في نهاية الـ relaxation يسمها end-diastolic volume عبه دم قد ما يقدر لسه ما بلش contraction هاي الـ end-diastolic في النقطة اللي هي اسمها end-systolic volume اللي هي النقطة في نهاية الكونتراكشن تبع الفنتريكل اللي هي هون هاي الانسيستوليك فوليوم تبع الفنتريكل اللي هو عمل كونتراكشن على الاخر لسه ما بلا شي يرتخي بس فضى الدم اللي بديه يفضي يعني ما رح يفضي اكتر من هيك اوكي تمام خلص احنا هلا حكينا كل المعلومات شرح للخطوات وحكينا عن كل كل يعني النقاط هدولة شو اللي عم بيصير فيهم اوكي ما ضل اشي نتأكد بس ما احنا في كلمة ما حكيناها لا خلص حكينا كل المصطلحات واللي هم الانسيستوليك فوليوم الاندياستوليك فوليوم هم الاشي الوحيد اللي مش موجودين عن رسمة هاي اوكي فاحنا ذكرناه طيب لاحظوا انه متى بيبلش الدياستوري تبع الفنتريكل من هون هاي النقطة انزل هنا القلب عن برتخي وبنص الدياستوري بيبلش يعبي يقدم متى بيبلش الكونتراكشن او الاستستوري تبع الفنتريكل من هون وبيبلش القذف في مرحلة متأخرة قذف الدم ما بيبلش عطول اول ما يبلش كونتراكشن لا بيبلش كونتراكشن بيظل مسكر مسكر احنا لما شرحنا زي هيك كنا بنحكي هاي الاتريم وهي الفنتريكل وهي الاورت اللي طالع هون كنا نحكي انه بكون مسكر الـ ventricle بنقبض بنقبض لحد ما يفتح الـ valve اللي بينه وبين الأورتة طيب فهي الفترة اللي هون هي الـ ventricular systory وهي الفترة اللي هون هي الـ ventricular diastory طيب فلنحكي عن كمية الدم اللي طالعة من القذف الواحدة من القلب كمية الدم اللي طالعة من القذف الواحدة من القلب نسميها stroke volume واللي هي نقدر نعتبرها stroke volume اللي هي الفرق بين الـ end diastolic volume والـ end systolic volume الـ end systolic volume اللي هي نفسها برضه هون نمسي شيء الفكرة في الموضوع انه الدم بعبي مثلا تقريبا 150 ملي تمام و بس يفضي بكون 50 ملي فتقريبا في القذف الواحدة بيطلع 100 ملي طبعا الألقاب تختلف من كتاب لكتاب هون طالعة حطها عمية وعشرين في مصادر ممكن تحط لكيها على مية وثلاثين في مصادر تحط لكيها عمية وعشر وفي مصادر تحط لكيها عمية وعشرة يعني هاي الأرقام مش بيناتنا ولكن احنا بنحكي بشكل عام طيب كلنا بنحكي stroke volume هو الـ end systolic volume ناقص الـ end systolic volume يعني تقريبا 100 مل تقريبا 100 مل أوكي وعني انت 100 مل في النبضة انت قلبك مثلا بمبض نحكي 70 مرة في الدقيقة فيعني تقريبا بطلع مثلا نحكي 7 لتر يعني هو stroke volume عادتا 5 لتر بنحكي تمام ممكن نحكي انه أقل من 100 مل مثلا 80 مل يا سيدي وبمبضلك 70 نبضة القلب في الدقيقة فبيطلع من القلب تقريبا 5 لتر في الدقيقة طبعا stroke volume بيعتمد على قوة الـ contraction يعني ممكن مثلا احنا راجعين زي هيك بدل ما نرجع زي هيك قوة الـ contraction توصلنا لهون مثلا يكون الـ contraction كتير عالي وبرضو بيعتمد على أداء الدم اللي داخل القلب كان يعني أداء الـ end diastric volume و أداء الـ end systolic volume تمام هاي الرسمات هي نفس الرسمات اللي احنا شرحناها قبل شوي نفس الرسمة اللي موجودة هون أمامنا اوكي فالمفترض انها واضحة لنا بالمناسبة لاحظ انه الـ end diastolic volume بيكون بعيدة عن الصفر بضل في القلب كمية لبأس بها من الدم لذلك الـ end diastolic volume يعني بيختلف بيختلاف عدة عوامل بتلاقيه مرة 120 مل 110 مل 130 مل اوكي طيب هاي اللي هون الرسمة الزيادات هدولة 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 الـ abnormalities اللي ممكن يصيره على اللي هون يعني ممكن انه القلب يتعبى مثلا يصير في عندي الزيادة بالـ الزيادة بكمية الدم اللي داخله على الـ ventricles كتير 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 فيرتفع الـ pressure ويرتفع مثلا يتعبى 250 مل اوكي هذا الاشي ممكن انه يصير على كل حال هاي الحال الـ abnormal ما بدنا الان نركز على هاي هذا السهم اللي بالأزرق سيبولنا اياه لبعدين ابنشرحه ان شاء الله طيب فهذا هو ملخص اللي مكتوب هون في هاي الصفحة يعني هش معلومات الجديدة طيب نترك ما تبقى لفيديو قادم عشان نرقع الفيديوهات اشتركوا في القناة